هناك من يستثمر بالعزبة لضرب خصمه لضرب عدوة تحت شعار الوطن والوطنية لأن احنا ما عدنا سلم تثأر للأمن القومي ولدماء الشهداء اشقد اكو جرائم قذرة وخطيرة ارتكبت اقترفت ضد هذا الشعب المسكين اليوم جريمة جديدة في اقليم كردستان تحديدا في زاخو على منتج سياح الناس تقت رواحها من الحر وقتلت هناك تسعة شهداء واكثر من ثلاثة وعشرين جريح لأنه ذول اللي هزموا من الحر كانوا يهددون الأمن القومي التركي وعلينا ان نقبل وعلينا ان نموت وعلينا ان نصمت امام صواريخ وقصف تركيا ما دامت تحقق أمنها القومي اما امننا وسيادتنا لا خلي ولي لأن احنا ما عدنا سلم تثأر للأمن القومي ولدماء الشهداء والأبرياء وهذه مؤول مرة تمارسة تركيا من سنوات وتركيا تتمدد بهذه المناطق ولما تسأل وتقول يقول لك والله نحن لسنا مع التأجيج لعد احنا مع التأجيج احنا مع قيام الحرب احنا ضد سياسة العنف لكن ماذا نفعل حينما يتم التجاوز ولمرات عديدة للدم العراقي شنو اللي صار الان الخارجية تزدر بيانا بان ردها سيكون باقسى العبارات اقسى العبارات تعيد المئات من الشهداء الذين ماتوا اقسى العبارات ترفض وتلغي 28 قاعدة عسكرية تركية في اقليم كردستان الرد فوق الرد الدبلوماسي هل سيعيد هيبة وكرامة الاراضي العراقية التي انتهكت هناك يذهب وفدا وتشكيل نجلة تحقيقية شي حقق انه تركيا اللي ضربت لو ما ضربت انه الدماء التي استبيحت عراقية ام غير عراقية لاش هذه هي المرة الاولى التي يتم انتهاك سيادة العراق بهذا الشكل الفاضح وحتى في هذه الازمات التي وقودها العراقيين ودماءهم هناك من يستثمر بالازمة لضرب خصمه لضرب عدوة تحت شعار الوطن والوطنية اي دولة الآن يقتل من ابنائها بتدخل خارجي تسعة افراد ويزرح 23 بريه وقبلها باسبوعين سيارة بالموصل تقتلها القوات الامريكية وبعتها تتعامل دبلوماسيا المفروض القرار السفير التركي يلم غراضه وسفارته ويرجع الى بلده وكل التعاملات السياسية والاقتصادية انتقف عسى احناش حصلنا من هذه ردنا نقعد بمجومنا او نسكت وما قدرنا وما حمينا الشعب وما قدرنا نوكل خبزة الى متى هذا المسلسل لانتهاك السيادة العراقية وقتا طويلا وفي ظل سمت مخجل معيب ما تعود نحن العراقيين اندنك هامتنا الى هذا المستوى اذا كانت هاماتكم قصار وتعلمتم الانحناء نحن لا ننحن ولما صارت ذاك اليوم شفت الشعب شلون وقف لكن انتم في مكان والشعب في مكان ولا نرجو خيرا من الذي باع الوطن بصفقات خاسية امام دم العراقي اشتركوا في القناة